تتصاعد نبرة الخطاب الغربي ضد كوريا الشمالية ومعها تتخذ إجراءات في محاولة ردع الجموح العسكري لبيونج يانج كما يرويج الغرب في سول عقدت المجموعة الاستشارية النووية الأمريكية الكورية الجنوبية اجتماعها الأولى لمناقشة تعزيز قدرات بلديهما في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية اجتماع المجموعة الاستشارية نقطة انطلاق مهمة لتأسيس تعاون كوري جنوبي أمريكي قوي وفعال تحالف البلدين تمت ترقيته بنموذج جديد قائم على الأسلحة النووية انتهى الاجتماع وخرجت بعده التصريحات مصاعدة ضد بيونج يانج لتبلغ حد التهديد بالقضاء على نظامها إذا ما عمدت إلى استخدام السلاح النووي ضد واشنطن وحلفائها المناقشات كافية لضمان عدم حاجتنا تطوير أسلحتنا النووية اتفقنا على تسهيل تبادل المعلومات والتخطيط في حال شن كوريا الشمالية هجوما نوويا سيواجه برد ساحق الخطاب الكوري رافقه آخر لمسؤول في البيت الأبيض أعلن عن وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية تصل غواصة أمريكية إلى ميناء بوسان اليوم وهذه أول زيارة لغواصة نووية أمريكية منذ عقود في خضم كل هذا ترفض كوريا الشمالية إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة وتؤكد أن تحقيق السلام يكمن في كف خطر واشنطن بالقوة في موقف يشير إلى أن بيونج يونج ماضية في مشاريعها وتجاربها الباليستية والنووية منون incumbمم يشير إلى موقف يشير إلى وBoy نووية إنها وإيصال صوات سوف ي Manhattan ست확 السلام علينا بكة أكبر وأن تس procedures لجهرة wanna involve الّاستطيع ولي السلام عليكم可以 Studional